السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايه معنى او ايه رمز السرير لما اشوفه في الرؤية السرير في المنام من الرموز اللي لازم يعني تنتبه لوضعها كان ايه السرير في المنام لما اشوفهم بعدد كبير جدا ده معناه سرور وفرح واحداث سعيدة جدا حتشهدها في حياتك الفترة اللي جاية طيب لو شفت بقى ان انا جلسة على السرير ده عودة شيء مفقود في حياتي الشيء ده ربما ان يكون عمل ربما ان يكون رزق ربما ان يكون شخص خرج من حياتي وحيعود مرة تاني فده حد انت بتأمل او شيء بتأمل في عودته وهتحصل عليه السرير اذا كان بدون فراش او مراتب او الكلام ده ده هنا بيعود على ناحية ايه؟ هنا يؤول بناحية السير يعني بمعنى اصح ان الشخص ده الفترة اللي جاية حينتقل حيسافر حيعزل حيغير مكان الفترة اللي جاية فدي نقلة في حياة الانسان ونقلة كبيرة جدا طيب لو حد بقى شاف انه هو والشخص اللي بيتمناه او اللي بيدعي به انه الاتنين جلسين على سرير ده هنا معناه ايه؟ ده هنا معناه انه تفكير وتمني زواج من الطرفين يعني حد انت بتتمناه والرؤية بتقولك انه هو كمان نفس الامر فيه ود او فيه تفكير تجاهك طيب كسر السرير كسر السرير ده اسوأ رمز ليه؟ اولا كسر السرير مش محمود للمتزوجين لان ده معناه انفصال كسر السرير مش محمود للشخص المريض لانه ده تدهور في الناحية الصحية لو حد داخل على خطوبة او زواج او فيه كلام على ارتباط ويشوف كسر السرير فده معناه سرور مش هيكتمل ده فرحة بيحصل فيها تعصر بيحصل فيها صعوبات يعني شدة عظيمة جدا فالسرير تنتبه جدا من وضعه وإيه اللي كان عليه ومين اللي كان جالس علشان قموزه كلها مهمة ما ننساش الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله